بتستمر المتعة وبيستمر الجمال ولسه بنلف ونتفسح في الزمالك الجزيرة الرائعة في القاهرة السحرة منطقة ولا في الخيال شيء مرتب ومنظم بشكل رائع احنا النهاردة مع الحلقة التانية من سلسلة حلقات الزمالك فلو كنت جديد في القناة عمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجي لك جديد جولتنا ورحلتنا اول باول ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة احنا بقى حنبدأ الرحلة النهاردة من مدان التحرير وحندخل على كبرى قصر النيل لانهينا منه الحلقة اللي فاتت وتكلمنا عنه بشكل موسع اللف في مدان التحرير المبنى الأحمر البعيد ده هو مبنى المتحف المصري والمبنى اللي قدامكم مباشرة ده هو فندق نايل ريتز كارلتون اللي موجود في مدان التحرير وكمان محطة مترو الأنفاق اللي موجودة دي وهي محطة مترو السادات اللي بتوصلت لمدان التحرير احنا بالفعل دخلنا على شارع التحرير شارع ده بيمتد من شارع السودان وبينتهي عند مدان عبدين او مدان الجمهورية اول ما بنمشي في الجزء ده بنلاقي على يمنا مبنى وعلى شمالنا مبنى المبنى اللي على يمنا ده هو مبنى جامعة الدول العربية والمبنى اللي على شمالنا هو قصر من الأصور التاريخية في مصر وهو قصر الأميرة نعمة الله توفيق وكان اسمه قصر التحرير وكان فيه وزارة الخارجية زمان وطبعا مقار الوزارة دلوقتي موجود على كورنيش النيل جاء يعني جام بمبنى التلفزيون والأميرة نعمة الله توفيق دي كانت بنت الخديوي توفيق ابن اسماعيل ابن محمد علي باشا وكانت أخت الخديوي عباس حلم التاني واللي جي بعده السلطان حسين كامل كان أبو جوزها كمال الدين الشارع اللي على مننا وشملنا ده هو شارع كورنيش النيل قبل ما ندخل على كبرى قصر النيل المعبر والجسر اللي بينقلنا من عالم القاهرة الخديوية لعالم جزيرة الزمالك الجميلة الكبري ده قبل ما يديني كانت الناس بتضطر تركب مراكب وكان العبور صعب جدا أول ما بننهي الكبري بنلاقي على يمنا شارع صراعي الجزيرة اللي حندخل منه ان شاء الله وعلى شملنا شارع منتزه الجيزة الميدان اللي حنوصله كمان شوية صغيرين ده اسمه ميدان الأبرة نسبة لدار الأبرة اللي موجودة وراء التمثال اللي قدامكو دلوقتي والتمثال ده هو تمثال الزعيم الوطني سعد زغلول ودار الأبرة على يمنا كمان يعني أقصى اليمين كده هتلاقوا شارع محمود مختار اللي بيودينا للنادي الأهلي طبعا لو كملنا طريقنا من هنا حيكون شارع التحرير وحنوصل لمدان الجلاء ومنه للدقي على طول أو العجوزة ولو دخلنا يمين حيكون المهندسين احنا بالفعل كده وصلنا لمدان الأبرة ودخلين بقى ودامنا معلم من معالم جزيرة الزمالك المشهورة وبرج القاهرة دخلنا بالفعل كده على شارع صراي الجزيرة اللي أول ما بندخله ويمكن زورناه في الحلقة اللي فاتت واتكلمنا عنه بشكل موسع بنلاقي فندق نوفوتيل البرج على شمالنا وحديقة الأندلس موجودة علي منا يمكن عرفنا أن صراي الجزيرة في الحلقة اللي فاتت دي هي اللي مكانها دلوقتي فندق الماريوت الرائع الشارع هنا بيطل عليه شوارع البرج وشارع الأندلس وشارع محمد عبدالوهاب وعدد كبير من شوارع الزمالك اللي حنزورها النهاردة الشارع كمان فيه زي ما انتوا شايفين اللي موجود قدامكم دلوقتي دي هي طلعة لكبر اكتوبر وكمان فيه نازلة منه وفيه مركز شباب الجزيرة وفيه نادي الجزيرة ومتفرع منه شارع الخليج اللي لسه معدين من عليه من شوية صغيرين والشارع ده موجود فيه عدد من البواخر النيلية حنزوره ان شاء الله خلال سلسلة رحلتنا في الزمالك وإحنا لسه بنتمشى في شارع صراي الجزيرة وبنتفرج عبرده على المعالم اللي موجودة في الشارع ده عدد كبير جدا من الحضائق وعدد كبير جدا من النوادي اللي لسه كنا بنحكي عنهم عايزين نقول ان كان فيه قصيدة للشاعر الكبير احمد فؤاد نجم بيحكي فيها عن حي الزمالك وقال فيها يعيش التنبلة في حي الزمالك وحي الزمالك مسالك مسالك تحاول تقرب تهب هنالك توضر حياتك بلاش المهالك يمكن لو رجعنا بالزمن كتير لسنة 1372 كانت المنطقة اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي اسمها جزيرة حليمة وكمان اتسمت بالجزيرة الوسطى ويمكن الاسم ده لسه موجودش واحد من شوارع الزمالك كمان فيه جزيرة كمان اسمها جزيرة أروة اتصلت الجزيرتين ببعض يعني اتصلت أروة بحليمة والفرنسويين لما جم سموا الجزيرة دي جزيرة بلاء او جزيرة خرطبة عارفين طبعا ان فيه حي بلاء مشهور جدا وهو على الجانب التاني من النيل قدام الزمالك مباشرة وحي بلاء أبو العلاء على شمالنا دلوقتي نادي الجزيرة المشهور جدا في جزيرة الزمالك والنهارده احنا الحلقة اللي فاتت دخلنا من شارع محمد عبدالوهاب لكن احنا وطبعا احنا شايفين على يمنا كمان شارع الخليج لكن احنا النهارده بقى حنكمل في شارع صراي الجزيرة وبعدين حنبتدي ندخل في بعض الشوارع الجانبية الجميلة جدا في حي الزمالك الرائع جدا زي ما انتم شايفين اللي مليان الأشجار ومليان مجموعة جدا من المباني المنظمة بصراحة حي مميز جدا في مصر ومن الأحياء العريقة والراقية بشكل كبير طبعا عايز اقول لكم زي ما بنحكي كده الزمالك قبل ما تبقى سكن للأمرة والأغنية والبشوات كانوا بيسكنوا في جاردن سيتي والأسباكية عشان كانوا قريبين من قصر عبدين لكن بعد كده ومع بدايات القرن العشرين انتقل عدد كبير جدا من الناس وانتقلوا ان هم يسكنوا في المنطقة اللي احنا فيها وفي جزيرة الزمالك كبري أبو العيلة لسه كنت بكلمكو عليه من شوية اللي اتعمل قدام شارع 26 يوليو اتعمل سنة 1912 في عهد الخدوي عباس حلم التاني وغربت الزمالك الحي الراقي بمطقة بولاء أبو العيلة المنطقة الشعبية الجميلة في القاهرة يمكن من عيوب الزمالك هي الزحمة في بعض الأحيان لان العمرات معظمها عمرات عالية وفي عدد كبير منها ما كانش فيه جراشات زمان يمكن الملك فاروق كمان عمل الاستراحة ليه في الزمالك عن دراس الجزيرة الجنوبي واللي بعد كده بقت مقر المجلس قيادة الثورة احنا لسه مكملين طريقنا في شارع سراي الجزيرة وزي ما انتم شايفين بقى الفندق الماريوت اللي موجود فيه سراي الجزيرة واللي متسمي على اسم الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي طبعا فندق من الفنادق العريقة حكينا عن الفندق ده في الحلقة الاولى اه لو تحب ان انت تعرف اكتر عن الفندق ده ممكن تسترجل حلقة وتتفرج عليها احنا بالفعل كده مكملين شارع سراي الجزيرة طبعا لو كملنا على طول في شارع سراي الجزيرة هنكمل على شارع الجبلاء اللي حيوصلنا للنادي الاهلي ومركز شباب الجزيرة ومنه لمرة تانية لمدان الابرة لكن احنا دخلنا بالفعل كده على شارع من الشوارع الجانبية واللي جنب فندق الماريوت مباشرة وهو شارع زكريا رزق فيه يعني خضم بقى رحلتنا داخل عمق حي الزمالك الجميل وبما اننا جنب فندق الماريوت فعايزين نحكي عن الفنادق الكتير اللي موجودة في الزمالك يعني هتلاقي فيه فندق فلامينكو في شارع الجزيرة الوسطى وفندق بريزيدانت في شارع طاع حسين وفندق اركينسيل في شارع سراي الجزيرة وفندق لونج شامبس في شارع اسمعيل محمد ونيوستار في شارع ابراهيم ومكلسون في شارع ابو الفيدا وانيلكم ودور في شارع المرعشلي وهلتون زمالك في محمد مظهر احنا بالفعل كده دخلنا من شارع زكريا رزق على شارع عمار اليمني وبالفعل كده بنتفرج بقى على جمال عمرات الزمالك وهدوء ورقي الحي الجميل اللي احنا بنزوره النهاردة من شارع عمار اليمني بندخل على شارع الشيخ المرصفي وبنكمل طريقنا بقى في رحلتنا داخل حي الزمالك يمكن من اشهر مطاعم الزمالك ابو السيد في شارع 26 يوليو وبكين في شارع اسماعيل محمد وورنجيت في شارع حسن صبري والباشا في شارع صراي الجزيرة ودي دوس في شارع بهجة علي واربيكيا في شارع المرعشلي او اربيكا في شارع المرعشلي احنا بالفعل كده يمكن الجزء ده هيبقى زحمة شوية فحاول ان انا اجر الصورة شوية عشان نستكمل رحلتنا الجميلة جدا 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 واللي انا مستمتع بيها في خلال سلسلة رحلتنا داخل حي الزمالك انا بالفعل سرعنا الصورة شوية وبنكمل بقى طريقنا في شارع الشيخ المرصفي اللي حيرجعنا تاني على شارع صراي الجزيرة عشان نستكمل رحلتنا في حي الزمالك يمكن هايز اقول لكم ان سكن في الزمالك ناس اللي حصر ليهم سياسيين وفنانين وقدماء وكتاب وغيرهم كتير 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 يعني سكن في الزمالك مثلا الأميرة فايزة والأمير توصن إبراهيم والأمير سعيد توصن وأغنى أغنياء مصر ساعتها أحمد عبود باشا وعميد الأدب العربي طاح سين وللي شارع مشهور جدا في الزمالك على اسمه وكمان الفنانة زينب صدقي وسموها أمر الزمالك كمان سكن في الزمالك الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ ونكرسوم واسمعيل ياسين وفؤاد المهندس وأحمد رمزي وسامير صبري وفريد لطرش وحسين الإمام وعزة أبعوف ومحمود المليجي وابو الصعود الإبياري وسعاد حسني طبعا حدد كبير تاني من الناس سكنوا في حي الزمالك زي ما بقولكو المشهورين اللي سكنوا في حي الزمالك لا حصر ليهم احنا اطلعنا بالفعل كده على شارع صراي الجزيرة ومن شارع صراي الجزيرة هندخل بقى تاني على شارع حصد صبري عشان نستكمل رحلتنا في حي الزمالك الجميل عايز أقولكو إن حي الزمالك موجود فيه عدد ضخم جدا من السفرات يعني 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 الجزء اللي مشابه لحي الزمالك في موجود في عدد السفرات اللي موجود فيه هو حي جاردن سيتي موجود هنا سفارة المرازيل سفارة ألمانيا وهولندا وكولومبيا وأسيوبيا ولبنان والصين والبحرين والعراق والجزائر وليبيا والمجر موجود عدد كبير زي ما بقولكو من السفرات فيه سفرات أكتر من كده بكتير لكن أنا ذكرت بعضهم إحنا على شمالنا دلوقتي حديقة الأسماك بالزمالك الحديقة الجميلة جدا هي حديقة جبالاية الأسماك صراحة من الجنين اللي أدعوكم إنكم تصروها حتستمتعوا جدا فيها فيها مجموعة كده من الكهوف كان حكينا برضو عنها في الحلقة الأولى من حلقات سلسلة الزمالك إحنا لسه مكملين طريقنا ودخلنا بالفعل على شارع حسن صبري وعايز أقول لكم إن الزمالك فيه كليات كتير فيه كلية التربية الموسيقية وكلية التربية الفنية وكلية الفنون الجميلة وكمان كلية التجارة الخارجية جمعت حلوان عايز أقول لكم يعني زي ما أنتم شايفين كده وتقريبا حي الزمالك وحي الفنون يعني كلية تربية موسيقية وتربية فنية وفنون جميلة يعني أنت ممكن عايز أقول لكم إنه صراحة يتناسب مع الحي ده وجود الكليات دي زي ما احنا مكملين طريقنا هو في شارع حسن صبري وحنكمل لغاية ما نوصل لتقاطع شارع 26 يوليو وزي ما انتوا شايفين بقى انا بحاول اكتب لكم على شمالنا هو شارع ابن زينكي الشوارع اللي بتقابلنا على شمالنا ويمنا بحاول ان انا اوضح لكم اسماء الشوارع دي عشان بحيس ان انت لو حبيت ان انت تزور حي الزمالك هتقدر ان انت تتعرف على الشوارع دي وما تبقاش غريبة عليك احنا بالفعل على يمنا شارع جامع محب وكان على شمالنا مسجد محب باشا متسمي على اسم الشارع ده وبقى بالفعل بيقابلنا بقى شارع 26 يوليو على يمنا وشمالنا الشارع التجاري المهم في حي الزمالك واللي عدد كبير جدا من سكان حي الزمالك بيخرجوا فيه وعدد كبير حتى من سكان القاهرة وجيزة بيحبوا ان هم يخرجوا ويتماشوا في شارع 26 يوليو في الجزء الخاص بالزمالك مليان بالكافيهات والمطاعم مليان بالمحلات التجارية والبرندات المشهورة جدا في مصر موجودة في الجزء ده اللي احنا بنتمشى فيه في حي الزمالك بصراحة جزء مهم جدا ومميز بشكل كبير جدا وزي ما انتوا شايفين كده المحلات اللي موجودة فيه فيه جزء تاني ولكن معظمه كافيهات ومطاعم وهو الجزء اللي موجود على النيل في شارع ابو الفيدة في الزمالك لسه بقى بنكمل طريقنا في شارع 26 يوليو وزي ما انتوا شايفين كده الكبري اللي موجود قدامكو ده وهو كبري 15 مائة وطلعنا من الجزء ده هنكمل فيه وهيكون قدامنا طريقين يقيمة نكمل على شارع 26 يوليو ونوصل لبولاء ابو العيلة يقيمة ننزل على كورنيش النيل اللي بيوصلنا للمبنى اللي قدامكو على طول ده وهو مبنى وزارة الخارجية الجديد واللي جابيه مباشرة مبنى اتحاد الازاعة والتلفزيون طبعا انا مش هخش بقى من شارع محمد عبدالوهاب في الجزء ده وزي ما انتوا شايفين الجزء ده بيكون فيه مجموعة كده من الحمام اللي الناس بتأكلهم ولكن هو يمكن بيبقى متواجد بشكل اكبر في الوقت الصباح يعني انا لفينا كده من تحت كبري 15 مايو ودخلين بقى على عمق حي الزمالك في خلال زيارتنا الجميلة جدا لحي الزمالك زي ما انتوا شايفين وزي ما احنا بنقول انت ممكن توصل لحي الزمالك عن طريق كبير كتير زي كبري 6 اكتوبر وكبري 15 مايو وكبري قصر النيل وكبري الجلاء لفينا كده من تحت كبري 15 مايو بقينا بالفعل تاني في شارع 26 يوليو وعلى يمنا مجمع الفنون او اسرع عائشة فامي اللي حكينا عنه في الحلقة الاولى من سلسلة حلقات الزمالك احنا دلوقتي موجودين في شارع 26 يوليو الجزء التجاري في حي الزمالك طبعا انا مش هكمل بقى في شارع 26 يوليو وحدخل من شارع عزيز ابوزة الشاعر المصري المشهور جدا وزي ما انتوا شايفين كنت حكيت على فيلا هوج اللي موجودة على يمنا دلوقتي يعني فيلا من الفلا الجميلة جدا والأصور الجميلة جدا زي ما انتوا شايفين اللي موجودة على النيل مباشرة احنا دخلنا بالفعل من شارع عزيز ابوزة وبوضح لكم بقى عدد كبير جدا من اسماء الشوارع اللي موجودة على شمالنا من شارع عزيز أبازة ده هندخل على شارع محمد مظهر وفي خلال أو هنكمل من خلاله رحلتنا داخل حي الزمالك زي ما انتوا شايفين في مدرسة الجزيرة التجربية رسمية لغات موجودة على شمالنا دلوقتي الزمالك موجود في عدد كبير من المدارس هنحكي عنها ان شاء الله خلال رحلتنا النهاردة عايز اقولكم ان الزمالك ما بقتش جزيرة في النيل معزولة عن مصر كلها يعني زي ما انتوا شايفين بقت مع مرور الزمن ومع تطور الهندسة والتخطيط العمراني في مصر اتحولت الجزيرة موصولة بأحياء مصر المختلفة عن طريق النيل يعني ما بقتش بس معزولة عن طريق النيل لكن اتحولت الجزيرة زي ما بقولكم موصولة بأحياء مصر كتيرة جدا وتحولت الحي سكني وطرفيه في شبكة طرق وكباري بتوصلها لمصر كلها وده زود اقبال الناس والسكان المصريين والمختاربين والعرب على انهم يشتروا شقة في الزمالك بقى سهل انك توصل للزمالك عن طريق كباري وطرق كتير جدا ويمكن من غرائب الزمالك واللي ما كانتش مشهورة ايام الدولة الايوبية ان فيها عدد كبير جدا من الشوارع اللي اسمها على اسم الدولة الايوبية زي شجرة الدور والصالح ايوب والمنصور محمد المملوكي انا لسه في شارع عزيز اباسة هندخل شمال كده في الجزء الصغير ده واسمه شارع الفردوس وبعدين هندخل مباشرة بقى على شارع محمد مظهر المشهور في الزمالك زي ما انتشايفين محطة المترو اللي موجودة دلوقت دي محطة المترو الجديدة ومحطة مترو صفاء حجازي واللي ربط مترو الانفاء بحي الزمالك مؤخرا صراحة مهم جدا انه يكون مترو الانفاء بيوصل الاحياء الجميلة اللي موجودة في مصر زي حي مصر الجديدة وزي ما انتشايفين بقى مترو الانفاء هو موجود في حي الزمالك احنا دخلنا بالفعل بقى على شارع محمد مظهر الشارع المليان بالسفارات وموجود فيه مكتبة القاهرة الكبرى يمكن محمد مظهر باشا ده كان مهندس مصري واسس منارة اسكندرية وكمان اسس الاناطر الخيرية وكان ناصر الاشغالة الاممية في القرن التسعة عشر كان محمد علي بعته في بعسل فرنسا سنة 1826 عشان يدرس الهندسة البحرية وكان شاطر جدا في الهندسة ورياضيات وكان الامام الخاص بالبعسة دي رفاع رافع الطهطوي نلسه بنكمل طريقنا في شارع محمد مظهر وبنتفرج كده على شكل الاشجار اللي مالية جزيرة الزمالك وبنتفرج زي ما انتشايفين الاعلام اللي مالية الشارع هنا هي اعلام الدول اللي صفاراتها موجودة في الشارع هنا زي ما انتشايفين علي منا كمان دلوقتي يا مكتبة القاهرة الكبرى اللي كانت قصر من اصور الزمالك زمان بصراحة رائعة جدا المكتبة وادعوكم برضو انكم تزوروا مكتبة القاهرة كده وتتفرجوا عليها هتستمتعوا جدا وطبعا اللي بيحب الثقافة وحتى اللي ما بيحبش هيستمتع بزيارة مكتبة القاهرة الكبرى يعني زي ما بقولكم الشارع هنا هو شارع السفرات والسفراء والاعيان بيبدأ من تقاطع شارع 26 يوليو وبينتهي عن دراس جزيرة الزمالك موجود في الشارع هنا سفرات الجزائر والفاتيكان والعراء وقصر الاميرة سميحة كامل بنت السلطان حسين كامل وهو القصر اللي اتحول لمكتبة القاهرة الكبرى زي ما شفته كده كنت لسا بقولكم هو قصر من اصور الزمالك وقادي اسم الاميرة لصحبة القصر ده يمكن المكتبة القاهرة الكبرى جمعت فيها كل اللي اتكتب عن القاهرة من ناشئتها الاولى وفيها خرايط ووسائق مهمة جدا وعشان كده هي اول مكتبة متخصصة من نوحة في مصر احنا من شارع محمد مظهر دخلنا بالفعل على شارع محمد انيس المشهور جدا في الزمالك اعيز حبيت ان انا بس يعني ايه نزور كده عدد كبير جدا من شوارع الزمالك الفراعية عشان نتفرج بشكل موسع جدا على حي الزمالك زي ما انت شايفين على شمال المدرسة التجربية السنوية بنات في شارع احمد حشمد اللي دخلناه من شارع محمد انيس وبما انك على شمالنا دلوقتي مدرسة فعايز اقول لكم الزمالك فيها عدد كبير جدا من المدارس بكل المستوات سواء كانت مدارس حكومية او مدارس لغات او حتى مدارس دولية من اشهرهم طبعا مدرسة بورسعيد للغات ومدارس الزمالك القومية ومدرسة سان جوزيف ومدرسة امون الخاصة والمدرسة الفرنسية الدولية والدولية البريطانية كمان الزمالك مليان بالجوامع والكنيس زي جامع الزمالك وجامع محب اللي عددنا عليه من شوية صغيرين وجامع نشأة باشا وكنيسة سان جوزيف وكنيسة العزراء بن مرحشلي وكنيسة الاسقوفية يعني وكمان الزمالك مليان بالجنين يعني زي ما شفنا كده في شارع سراء الجزيرة كان فيه حديقة المسلة وحديقة الاندلس وحديقة الزهرية وكمان موجود حديقة الاسماك ويمكن كمان موجود فيه حديقة الحرية اللي موجودة في شارع التحرير اللي بيدخلنا على مدان الابرة واللي بيوصلنا كده من مدان الجناء ومن بعده كبرى الجناء احنا دخلنا بقى على شارع برضو من الشوارع المشهورة جدا في الزمالك وهو شارع بهجة تعالي وعليمنا مستشفى الحيوان البريطاني هتلاقي في الزمالك عدد كبير جدا من الانشطة يعني اي شيء اللي ساكن في حي الزمالك هيلقي كل اللي ممكن يحتاجه موجود بالفعل داخل الحي الجميل وداخل الجزيرة الجميلة اللي بنزورها النهاردة في تاني رحلتنا داخل حي الزمالك زي ما انتوا شايفين فيه اجزاء في حي الزمالك هتحس ان هي اجزاء راقية بشكل كبير جدا وفيه اجزاء في حي الزمالك هتحس ان هي متوسطة نسبيا وفيها بعض المناطق كده اللي اقرب للمناطق الشعبية الجميلة بتاعتنا لكن بصراحة معظم الحي هو حي راقي بشكل كبير وطبعا السكن فيه غالي سعر متر الشؤى في الزمالك مرتفع بشكل كبير جدا نظرا لان فيه حدد كبير من الناس بيحبوا ان هم بالفعل يسكنوا في المناطق القديمة حتى ولو كان فيه بعض الكمباونز مثلا الجديدة اللي اسعارها ممكن تبقى ارخص من اسعار حي الزمالك لكن بصراحة فيه جزء كبير من الناس يحبوا ان هم يسكنوا في المناطق الجميلة دي ويسترجعوا الايام الزمن الجميل وكفاية ان حي الزمالك موجود على نهر نيل مصر العظيم صراحة من الاحياء الجميلة زي ما قلتلكم اللي حتستمتع ان انت تسكن فيها بشكل كبير ولكن زي ما قلتلكم انسكن فيه غالي بشكل كبير احنا بالفعل رجعنا تاني على شارع محمد مظهر ومن شارع محمد مظهر بقى هندخل على الشارع الرئيسي اللي موجود على النيل في حي الزمالك وهو شارع والفدة شارع الجميل جدا واللي موجود مليان بالمطاعم والكافيهات وموجود فيه عدد برضو من معالم الزمالك الجميلة جدا واللي امتداده بيكون شارع مكلسوم او شارع الجبالاية وبعده بنوصل منه لكبر الجلاء او لو دخلنا شمال من عند النادي الاهلي كده بندخل على شارع محمود مختار في اتجاهنا لمدان الابرة والكبرى اصل النيل دخلنا بالفعل كده على شارع ابو الفدة اللي لسه كنت بحكيلكو عليه من شوية صغيرين وعلى يمنا زي ما انتوا شايفين كده كورنيش نيل مصر العظيم وزي ما بقولكو موجود في الشارع ده عدد من المعالم اللي بتميز حي الزمالك ممكن الشارع هنا حتلاقيه يعني نسبيا زي ما انت واخد بالك كده حتلاقيه زحمة وحتعاني جدا ان انت تعرف تلاقي ركنة في شارع ابو الفدة وده طبعا زي ما بقولكو لوجود عدد كبير من المطاعم والكافيهات لشمالنا دلوقتي كلية التجارة ونظم المعلومات وإقدارة الأعمال اتبع على جامعة حلوان ويمكن وإحنا ماشيين في شارع ابو الفدة يعني زي ما عايز لو عايز انت تتماشى في الزمالك فالشارع ده حيكون هو الخيار لمسالي لك هتستمتع بالهوى النقي وتتفرج على جمال وعراقة منطقة الزمالك ويمكن هتستمتع جدا بان انت تتماشى على النيل كنت بس طبعا في بعض المطاعم والكافيهات يعني غطت جزء من نهر النيل لكن برضو بيبقى الشارع هنا بصراحة شارع ممتع بشكل كبير أكيد وانت ماشي في شارع ابو الفدة حتسأل طيب هو مين ابو الفدة ولا هو مصري ولا من دولة تانية ابو الفدة كان ملك منطقة حماة في سوريا واسمه إسماعيل ابن علي ابن محمود ابن أيوب كان الرجل ده مشهور بالطلاع على العلوم بسبب إراياته في التاريخ والجغرافية والأدب والفلسفة والطب المملك في مصر فشلوا انهم يبسطوا نفوظهم على حماة في سوريا بسبب ابو الفدة اسم ابو الفدة موجود في عدد كبير من الشوارع في عدد من الدول وده بسبب ان الراجل ده كان ليه كتابات عظيمة واللي الترجم أغلبها في الغرب العجيبة بقى ان اسمه اتسمى على جبل من جبال الأمر لان ليه كتاب وصف فيه الجبل ده بكل طقة وليه كتاب مهم تاني اسمه تقويم البلدان بصراحة راجل من الناس اللي كان ليهم دور كبير جدا في التاريخ احنا لسه مكملين طريقنا في شارع ابو الفدة وزي ما بقول لكم شارع ابو الفدة ده امتدادة هو شارع الجبلية او شارع مكلسوم واللي بيوصلنا لغاية كبرى الجلاء عايز اقول لكم ان الزمالك كان وما زال حي الصفوة لكن مفهوم الصفوة ده هو اللي تغير مع مرور الزمن رغم ان الدنيا تغيرت لكنك وانت بتتمشى في الزمالك هتلاحظ يعني محاولة شوارع الزمالك وما بني على ان هي تقاول تغيرات الزمن يعني شوارع الزمالك بتتحدى تغيرات الزمن بشكل كبير زي ما انتوا شايفين بتحاول ان هي لسه تحافظ على شكلها القديم بتحاول تحافظ على رقوياها بتحاول تحافظ على هدوءها واللي بيميز جزيرة الزمالك واللي بيميز المنطقة زي ما انتوا شايفين الاشجار اللي موجودة عليمنا وشمالنا دي يعني عمرها عشرات ويمكن في بعض الاشجار عمرها مئات السنين واللي موجودة داخل جزيرة الزمالك صراحة حي زي ما بقول لكم جميل جدا كان سكان الزمالك مازالوا ان هم مصممين ان يبقى حي الزمالك حي راقي وهادي بعيد عن صخب الحياة في مناطق تانية زحفت عليها بعض العشوائية سكان الزمالك الاصليين كان قل عددهم بشكل جميل لان الاجيال القديمة باعت شؤاقهم باسعار فلاكية لمكاتب وشركات استثمارية ومكاتب محامين ومكاتب اطباء ويمكن سكان الزمالك نظرا لان شكل عمراته وطريقة بناها يعني بعيد يعني موعد شوية عن الحميمية وقرب الناس من بعض لكن جيران الزمالك ما يعرفوش بعض بشكل كبير لكن برضو مازال عدد كبير منهم متمسك بالعادات والتقاليد القديمة ومازال متمسك بقربهم من بعض احنا لسه مكملين طريقنا زي ما بقول لكم في شارع ابو الفدى واللي منه هندخل شمال كده من عند تمسالم كلسوم على شارع بهجة علي من بدايته كده بقى عشان نتفرج بشكل كبير على عدد من الشوارع الجانبية اللي موجودة في حيزة مالكة على شمالنا هو فندق جولدون تيوليب فلامينكو اللي موجود في شارع ابو الفدى ولسه بنكمل طريقنا في الشارع ده وهيكون على شمالنا ماجدونالز كده زي ما بقول لكم شارع مليان بالمطاعم والكافيهات وفي مسجد الرحمن موجود على يميننا اهو بصراحة منطقة جميلة جدا وزي ما انتو شايفين موجود فيها كل الخدمات وقريبة من كل شيء هتلاقوا دلوقتي كمان مطلع على كبري 15 مايه قدامكو كمان شوية صغيرين واللي بعديه مباشرة او من قدامه كده هندخل زي ما قلتلكو على شارع بهجة عليه عشان نكمل رحلتنا الجميلة داخل جزيرة الزمالك واللي اتمنى انتو تكونوا مستمتعين بيها شمالنا هو فندق ام كلسوم القاهرة اللي موجود في شارع ابو الفدى وقادي التمثال المشهور لام كلسوم واللي من قدامه كده هندخل شمال على شارع بهجة عليه والشارع اللي فوشنا ده هو شارع الملك الافضل لكن احنا لفينا بالفعل كده ودخلين على شارع بهجة عليه بالفعل احنا كده بالفعل في شارع بهجة عليه وعايز اقول لكم ان الكسافة السكانية والاصور هتلاقوها موجودة في الجزء الشمالي من جزيرة الزمالك لكن الجزء الجنوبي هتلاقي فيه بقى النوادي والجنين الكتيرة اللي يمكن عدينا على جزء منها زي ما قلتلكه كده في شارع صراي الجزيرة عدينا على عدد من النوادي وعدينا على عدد من الجنين كتيرة ولسه كنا بنحكي عنها اللي موجودة في جزيرة الزمالك واللي موجودة في حي الزمالك الجميل الحي الراقي جدا في محافظة القاهرة احنا دخلنا بالفعل على شارع بهجة علي وزي ما انتم شايفين كده بيقابلنا شي منا وشمالنا شارع اسماعيل محمد هو شارع من الشوارع الجانبية ولكن برضو شارع من الشوارع التجارية موجود في عدد كبير من المحلات التجارية وموجود في عدد كبير من البنوك اللي موجود في جزيرة الزمالك وفي حي الزمالك زي ما انتم شايفين كده على ايماننا واشماننا بنقابل عدد من المحلات عايز اقول لكم ان مستوى اسعار الشواء في الزمالك لسه كنت بحكي لكم مرتفع جدا وكمان مستوى المعيشة مرتفع بشكل كبير يمكن الزمالك يعتبر اه حي تاريخي لكنه كمان بيتمتع بالحداثة والمظهر الحضاري والراقي ومعالم الزمالك فيها المعالم الاسرية وكمان المعالم العصرية زي ما انتم شايفين احنا لسه مكملين طريقنا عليمن اهو شارع المنصور محمد برضو موجود عليمن اهو كان عليمن اهو شمالنا من شوية والجزء ده برضو منسمي بالنفس الاسم حيدخلنا على شارع المنصور محمد احنا بالفعل لسه بنكمل طريقنا في شارع بهجة علي وعايز اقول لكم ان اللي ساعد على سرعة تعمير الزمالك وساعد على سرعة ان الناس تسكن فيها ربطها بعدد من الكباري من عهد الخديوي اسماعيل زي كبرى قصر النيل وده كان سنة 1869 وبعدين كبرى الجلاء سنة 1872 وبعدين كبرى ابو العيلة سنة 1912 وكبرى الزمالك اللي كان امتداد ليه احنا بقى دلوقتي دخلنا على شارع محمد المرعشلي الشارع من الشوارع المهمة جدا في جزيرة الزمالك واللي فيه كنيسة من الكنايس المشهورة في الزمالك وهي كنيسة العسراء والشارع هنا كنيسة السيدة العسراء مريم بالزمالك اللي موجودة على شمالنا دلوقتي اهو والشارع هنا اسمه شارع محمد المرعشلي من شارع محمد المرعشلي حندخل على شارع طاحسين وحنكمل طريقنا ورحلتنا داخل حي الزمالك زي ما انتوا شايفين كده اتصال الشوارع ببعضها جميل جدا تخطيط حي الزمالك راخي جدا ومميز بشكل كبير فيه مجموعة من الشوارع المتقطعة وفيه مجموعة من الشوارع اللي بندخل لها من شوارع تانية بصراحة هتستمتع جدا بان انت تسكن في حي الزمالك فعلا احنا وصلنا هومين عنده بعوف هندخل كده على شارع طاحسين واللي موجود فيه كلية التربية الموسيقية في حي الزمالك الجميل عايز اقول لكم ان جزيرة الزمالك ما بقيتش جزيرة بالشكل اللي عليه دلوقتي واللي احنا ماشيين فيها دلوقتي الا في اواخر القرن التسعتاشر لان قبلها كان الفرع الغربي من النيل ما كانش موجود على طول لانه كان بيتملي بالفيضان في بعض الاحيان وبعدين بيتغطى بالطمي وبيجف وعشان كده سموه البحر الاعمى وبعدين اتحفر وتبانى عليه كبرى البحر الاعمى اللي هو كبرى الجلاء دلوقتي وبعدين اللي هو يعني بقى كبرى الجلاء سنة 1914 ما دخلنا بالفعل كده من شارع الاديب الكبير وعميد الادب العربي طاع حسين واللي زي ما قلتلكم كان احد سكان حي الزمالك وده السبب في انه الشارع اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي يتسمى على اسمه احنا عارفين انه يعني لو لقيت شارع باسم اديب او اسم سياسي في الغالب بيكون الاسم ده متسمي لانه كان ساكن في المنطقة دي علش مالنا دلوقتي مول اليماما سنتر من المولات المشهورة يمكن هو اول مول يتبني في مصر على ما اتذكر وعلى ما اعتقد من المولات المشهورة يمكن دلوقتي يعني اصابوا بعض الاهمال لكن هو من اوائل المولات اللي اتعاملت في مصر احنا بالفعل كده لسه مكملين طريقنا في شارع طاع حسين وعليمنا وشملنا شارع اسماعيل محمد وعلى شملنا كلية التربية الموسيقية جمعة حلوان الكلية دي موجودة في قصر زي ما انتوا شايفين كده او كان القصر ده الواحد اسمه محمد توفيق اسماعيل وكان من اغنياء الصعيد جيل قاهرة وبان القصر ده واسمه لسه موجود في اعلى القصر وبعدين اشتريته منه عيلة يهودية في الاربعينات وقوات الاحتلال صدرت القصر في الحرب العالمية التانية واستخدمته عدد من السنين وبعد الثورة الدولة حولته لمبنى الكلية وهي كلية التربية الموسيقية زي ما احنا شفنا التابعة لجمعة حلوان احنا دخلنا كده على شارع حسن عاصم مشهور جدا برضو في الزمالك وزي ما قلتلكم انا بحاول ان انا هتجول ونتمشى كده في عدد من الشوارع الرئيسية في الزمالك وعدد من الشوارع الفراية بحيث ان احنا نغطي حي الزمالك بشكل كبير جدا في خلال سلسلة رحلاتنا داخل حي الزمالك سواء الحلقة الاولى او الحلقة التانية وان شاء الله حيكون في حلقة تالتة في حي الزمالك نتفرق فيها على عدد اكبر من الشوارع عايز اقول لكم واحنا ماشيين في شارع حسن عاصم كمان الزمالك كان فيه قصر لأحمد عبود باشا اللي هو زي ما قلنا بنتكلم هو كان من اغنى اغنياء مصر والقصر ده موجود في شارع محمد صاقب واللي كان قلتلكم من اغنى اغنياء مصر وكان رئيس النادي الاهلي لمدة 15 سنة وكان اول مصري في شركة قناة السويس العالمية احنا كده دخلنا بالفعل من شارع المنصور محمد ومن شارع المنصور محمد حندخل عند زي ما تشوفين الف ماركت موجود قدامنا هو وبقينا دلوقتي موجودين في شارع الملك الافضل وقربنا ننهي رحلتنا داخل حي الزمالك الجميل اللي اتمنى ان انتو تكونوا مستمتعين برحلتكو معايا زي ما انا مستمتع وانا سايق كنا داخل الحي الراقي اللي موجود في مصر وإحنا بنتماشى بقى في الزمالك عايز اقول لكم انه طبعا انا في الحلقة الاولى حكيت قصة الزمالك بشكل كبير لكن نحكي جزء صغير عنها كده في خلال رحلتنا داخل حي الزمالك او في نهاية رحلتنا التانية في الزمالك بحس انه لو امتفرقش على الحلقة الاولى برضو يعرف هو يعني ايه زمالك كان حكاية الزمالك بدأت سنة 1830 لما بنى محمد علي قصر كبير هنا في الجزء اللي احنا ماشيين فيه قصصه عشان يقيم ويسترقي فيه وحوالين القصر ده بنى عشش واكواخ خشبية للحشية بتوعه طبعا دخلنا من شارع الملك الافضل دخلنا على شارع العادل ابو بكر ومن شارع العادل ابو بكر هندخل بقى على شارع اسماعيل محمد في قرب نهاية رحلتنا النهاردة عايزين نقول انه لما محمد علي بنى الاكواخ والعشش دي اللي الحشية بتوعه اتسمت الجزيرة الزمالك وهي اصلا كلمة البانية معناها العشش المصنوعة من الخشب او البوس في رواية تانية بتقول ان الزمالك جاية من ظهرة كانت موجودة هنا في الزمالك وكانت بتنمو بشكل كبير جدا على الجزيرة والظهرة دي اسمها ظهرة الزمالك عموما زي ما احنا بنتكلم كده وايا كانت التسمية سواء كانت العشش المصنوعة من الخشب او البوس او ظهرة الزمالك او حتى اسم الجزيرة القديم وهو جزيرة بولاء فحنة في منطقة جميلة ورقية ورائعة جدا وليها روح جميلة وبيوتها وعماراتها زي ما انتم شايفين كده من اجمل ما يكون احنا لسه مكملين طريقنا في شارع اسماعيل محمد ومن شارع اسماعيل محمد هنطلع على شارع ابو الفدة وفي شارع ابو الفدة هتكون نهاية رحلتنا النهاردة اللي استمتعنا بيها في اللفة بقى في عدد كبير جدا من الشوارع الجانبية والشوارع الرئيسية برضو اللي موجودة في حي الزمالك ده تلعمك بالفعل كده على شارع ابو الفدة زي ما انتم شايفين كده في مجموعة من المحلات اللي بتبيع الهدايا وتبيع الظهور والورود وانا دلوقتي في نهاية رحلتي التانية في سلسلة رحلات الزمالك ولا عاجبك الفيديو بتنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك جديد جوالاتنا ورحلاتنا اول باول وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته